ضربات جوية مكثفة وإطلاق صواريخ مستمر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة ضربات ترافقت مع حملة اعتقالات شنها الجيش الإسرائيلي طالت أكثر من 17 شخصا من الضفة الغربية محافظتا رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة شهدتا غارات لم تتوقف طيلة ليلة الثلاثاء الأربعاء وكان الجيش الإسرائيلي شن في الساعات الماضية هجمات صاروخية على حي الرمال في قطاع غزة محدثا دمارا في المنطقة التي يقول إنها مركز عصب حماس عشرات الغارات سقطت على المرحلة الخامسة من مشروع الأنفاق التابع لحماس في جنوب قطاع غزة 52 طائرة ضربت نحو 40 هدفا تحت الأرض لحماس فضلا عن مواقع أخرى للجهاد الإسلامي بينها غرفة عمليات لإطلاق السواريخ وموقع لإنتاج وسائل قتالية في دير البلح وسط القطاع وفق مقالة متحدث باسم الجيش الإسرائيلي كما أغارت طائرات حربية على بنية تقع داخل منزل رئيس مديرية الاستخبارات العسكرية في حماس أسامة طبش في خان يونس التصعيد المستمر أدى إلى ارتفاع عدد القتل الذي وصل في قطاع غزة إلى نحو 219 من جهة أخرى كشف مسؤول إسرائيلي لصحيفة هارتس أن وقف إطلاق النار مع الحركات المسلحة في غزة سيدخل حيزة تنفيذ الخميس المقبل إلا مع حدوث تطورات غير متوقعة ترجمة نانسي قنقر